أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن دول ماجلس التعاون لدول الخليج العربية تسير بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام على المستويات كافة مشيرا معالي إلى أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام جاء ذلك لدى مشاركة معالي في جلسة حوارية بعنوان التكامل الاقتصادي الخليجي إنجازات وتطلعات والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل معالجة التحديات العالمية والإقليمية وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دول مجلس التعاون وأهم الأسس لتحقيق التكامل الاقتصادي وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتهيئة البيئة المحفزة لتنمية مهاراتهم وتطويرهم في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بقطع التكنولوجيا مشيرا إلى أن مملكة البحرين كرست جهودها لتهيئة البنية التحتية التقنية وموأمتها مع الممارسات الحديثة القائمة على الإبداع والابتكار كما أوضح معالي الوزير بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل تعزيز تنفسياتها الدولية وزيادة تنويع القاعدة الاقتصادية وهو ما يسهم في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ويدفع بالنمو الاقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق الخير والنماء لدوله وشعوبه